السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع سلسلة السابقون حيال النهاردة لقاء رقم عشرة يعني المفروض النهاردة يبعى عشر رمضان وربنا يباري فيكم ثلثة شهر عدة وإحنا بنتكلم عن علوه الهمة فعايزين نعرف عملنا إيه في العشرة اللي فاته وختمنا القرآن كم مرة ذكرنا ربنا كم مرة استغفرنا كم مرة صلنا كم رقع قيام ليل يطير صلنا التروح في المسجد ولا صلناها في البيت ولا ما صلناش خالص أخبرنا إيه مع الصيام صمنا صيام حقيقي ولا صمنا بس عن الأكل والشرب وخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم نحظه من صيامه الجوع والعطش فإحنا عايزين الصيام حقيقي العين تصوم عن النظر إلى الحرام والأذن تصوم عن سماع الحرام والإيدين تصوم عن الحرام والرجل تمشي تصوم عن المشي إلى الحرام والقلب يصوم عن كل شيء إلا عن محبة الرحمن جل جلاله عايزين صيام حقيقي بجد بالقلب والجوارح واللسان وربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ندخل من باب الريان الذي أعده الله عز وجل للصائمين كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري تعالوا نارضة نكمل مع سلسلة السابقون هيا احنا كلمنا في المرة اللي فاتت لو حضرتكم فاكرين عن علوه وهمة الشباب وإحنا قلنا عشان نبقى محوطينك من كل ناحية عشان تعرف أن أنت محاصر يعني هنتكلم عن علوه وهمة الشباب تقول لي لا أنا مش شباب أنا كبير هنتكلم عن علوه وهمة الشيوخ تقول لي لا ده أنا لسه صغير يعني لسه صابي هنتكلم عن علوه وهمة الصبيان هتقول لي لا ده أنا معايش أنا امرأ أنا مش هنتكلم برضو عن علوه وهمة النساء فأنت محاصر من كل مكان فسلم نفسك سلم نفسك بس مش لنا لله سبحانه وتعالى ولسان حارك كل إن صلاتي ونصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولسان حارك وعجلت إليك رب لطرده لو حضرتكم فاكرين الحلقة اللي فاتت احنا وقفنا عند مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعلى صحابة الجمعين وعند دعوته الجميلة الرقيقة ودائما يقول لجماعة الداعية لازم يكون إنسان رحيم عمل زي الطبيب اللي بيعالج المريض ما بيستعملش أول ما بيستعمل المشرة وإنما بيستعمل في الأول الحباية والكابسولة والمرهم والأطرة ومع البسمة الحانية وسبحان الله يعني الدكتور يا جماعة يعني بسمته والله العظيم بتؤثر جدا جدا في المريض لها أثر عظيم أنا لما كان لواحد مثلا يحصل له تعب ويروح لدكتور والله أول ما أخش بس واشوف الواجه بس كده لو لوش ما شاء الله مبتسم بحس إن خفيت خلاص مش محتاج أي حاجة ولو لوش بقى على العكس بقى ضرب 1111 ومكشر وقفل الدنيا أنا بحس إن أنا عيت أكتر يعني وده بيفكرني بقى الدكتور يعني على سبيل كده على الهام مش السيرة زي بقوله يعني الدكتور بقى كان يعني كان متفائل زيادة عن اللزوم فما كانش يحب حد يقول له أنا مريض أو جايب لك واحد مريض فجال واحد في يوم الأيام كان معاه ابن عم مريض ندخل السلام عليكم دكتور عليكم السلام قال له معي يا ابن عم مريض قال له لو سمحت ما حب بش اسمع كلمة مريض قل لي أظن وإنه مريض قال له خلاص معي ابن عمي أظن وإنه مريض فقدخل ابن عمه فالدكتور كشف عليه وكده قال له أنت بقى أظن أنك مريض قال له أي دكتور طب فكشف عليه ولمقى خلص الموضوع وراح مديده علاج خلص عليه ثاني يوم رجل طبعا خلص خلاص يعني فتاني يوم ابن عمه بقى جاي للدكتور فتاة دخل عليه السلام عليكم يا دكتور قاله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ترى أخبار ابن عمك إيه اللي أظنه أنه مريض قاله الحمد لله أظنه أنه مات أخي ما لك يعرفه إيه فيعني المقصود موارده كله إن الدعية ده عمل زي زي الطبيب زي الدكتور يعالج بالأسلوب الحاني وبعدين ده عايز أدن نصيح حال إخواننا الدكتور أقسم بالله أنا كنت أتمنى يكون دكتور يعني إن الواحد يستثمر المهنة اللي هو فيها أو الخير اللي هو فيه ده فينه يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى إنت دكتور وبتعمل كشفات يومين 30 كشف 40 كشف بينك وبين ربنا وما تعلقش يفطى يعني إن أعمل كشفين 3 لله جاي لك واحد حسيت كده من من سمت الوجه كده إنه إنسان فخير لا يمتلك أي شيء في ساعات على طول بينك وبينه وكده راجل دفع الكشف بره للتمرج مثلا أو للأخ الأعب بره فدفع كان مثلا 50 جنيه لما يخش حضر 50 جنيه خليها معك كده وأول ما تلاقي واحد كده سمته كده شكله غلبان وفقير ويا دوب يعني 50 جنيه دي هي اللي حرته يعني فأنت حضرتك ربنا بار فيك قدر 50 جنيه قل له حاج ربنا بار فيك الرشدة واصلت الحمد لله وكمان بيجي لك طبعا عينات علاج مجاني ادي له كمان علاج مجاني من عندك ورب نكرمه بس استثمر ده كله في دعويته قال الله الأخبار حضرتك أنا عايز أطمن عليك بتصلي في مسجد ايه والله بصلي في مسجد فينا طب ان شاء الله قابلك بكرة في صلاة الظهر عشان أطمئن عليك هو ممكن يكون راجل ما بيصليش أصلا وممكن يقولك ويعترف يقولك والله أنا ما بصليش قوله طب معقول يا خبرة بأمال احنا نطل بالشفاء ازاي ربنا بار فيك وأنا اللي بشفي ده ربنا اللي بيشفي وإذا مريضته فهو يشفي أنا يعني بالنسبة لك ما أنا إلا سبب فربنا يكرمك ان شاء الله نصلي عشان ندعي وربنا يكرمنا ويدخلنا الجنة وربنا يجمعنا وقياك في الجنة وتبتدت تطمئن عليك أنت كده كسبت إنسان مسلم كان شارد وبعيد تماما عن يعني أهل الطاعة وكتسبته بكشف يعني غرمت ولا حاجة ولا حاجة وإنك انت فقط يعني حطيت السماعة على جسمه وقارفت إيه اللي عنده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وكتبت له على ورقة العلاج بتاعه شاهد في الموضوع نرجى بقى الموضوع فإحنا بنقول يعني عايزين الدعاء يكون عندهم رقة وعندهم رحمة بالناس وزي ما قلتلك إحنا اللي محتاجين للناس مش هما اللي محتاجين لنا لا معلش لا ده الناس محتاجين لنا لا والله العظيم إحنا اللي محتاجين لهم طب إزاي هقول لك أنا الهداية ابتداءا بيدي من بيدي اللي صفحانه وتعالى فأنت لو بتدعو ناس أو بتدعو إنسان فلو ربنا مقدر له في اللحظة دية الهداية فأنا اللي محتاج أنه يكون في ميزان حسناتي وهو كده كده ربنا قدر له الهداية هيا هتدي على إيدي أو على إيدي غيري فمن اللي محتاج يكون في ميزان حسناته أنا يبقى أنا اللي محتاج له خذت بالك وسبحان الله والله العظيم الداعية لما بيكون رحيم ويكون عنده رقة في القلب ويكون عنده إحساس بالناس وألام الناس بيكون قارب جدا من الناس ويكون دعوة بفضل الله إن لم تكن مؤثرة فعلى الأقل لا تفسد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى وأمثلة كثيرة جدا جدا في حياتنا الدعوية يعني سبحان الله لما نجي بقى نتكلم عن علوه الهم في الدعوة نتكلم فيها تعالوا نشوف أمثلة تانية من الشباب الشباب اللي هم يعني يعني سبحانه الله هم اللي اعتمد عليهم النبع السلام في بداية تأسيس الدولة الإسلامية اعتمد عليهم في الهجرة واعتمد عليهم في تأسيس الدولة واعتمد عليهم في الغزوات والصراية والحروب صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف مثال تاني من الشباب اللي كان عنده هم علي جدا زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضان لما أسلم كان عنده كم سنة جماعة كان عنده 13 سنة فرح لنبع السلام وكان نفسه طبعا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فالنبي طبعا رده لأنه كان لسه سنه ما بلغش الخمستاشر سنة والنبع السام كان يرده من كان أقل من خمستاشر سنة فرده فزايد بن ثابت ما قالش بقى بارك يا جامعة والحمد لله ودين يعني ايه عملت العليا وخلصت أبدا راح يبكي الأمه فأمه قالت له خلاص نشوف ايه الموهبة اللي ممكن تعملها أو الخدمة اللي تقدر تقدمها لهذا الدين من غير ما يكون بتحارب فراحت بيه لنبع السام قالت له يا رسول الله أنه عنده قدرة عالية جدا جدا على الحفظ وماشاء الله والفهم فنبع السام لما حس فيه بالحطة النجابة الجميلة دي فطلب منه قال له يا زيد إني لأخشى على هذا الكتاب من اليهود فأريده منك أن تتعلم لغة اليهود لغة العبرية تخيله يا شباب اتعلم اللغة العبرية في الدين يعني لك أن تخيل حضرتك كده أنا أقول لحضرتك اتعلم لي أي لغة عبرية لغة إنجليزية فرنسوية ألمانية أي لغة هتعلمها في الدين عشان تتقن اللغة دي على الأقل يعني يوم ما نقول ما تعلمتش خالص سنتين ثلاثة أربعة فمزاي لا ده في 13 يوم وفي رواية في 18 يوم أتقن مش تعلم أتقن اللغة العبرية كان هو اللي بيستقبل الرسائل اللي بيجي لنبع السلام من اليهود وهو اللي بيرسل الرسائل من النبع السلام لليهود يا خبرة ربي في 13 يوم أو 18 يوم زايد بن ثابت يتقن اللغة العبرانية أي نعمة وبعض الوقات إنه أتقن لغتين في الوقت دوات اللغة العبرية واللغة السريانية ده مين زايد بن ثابت زايد بن ثابت ده اللي كان بيكتب الوحي بس يرضو على همش السيرة كده يعني موضوع اللغات بفكرني برضو واحد حبيبنا وسمحون يعني بس من باب نحن نرطب الجلسة ديت عشان نحس إن إحنا عادين مع بعض مش مجرد برنامج بيلقى على أسمعكم أنا عايز أحس إن إحنا عادين مع بعض متعايشين مع بعض نحس إن إحنا إخوة وأصدقاء وحبايب وبالبلد كده إن إحنا أسر واحدة كان فيه واحد رجل طيب جدا ودي طرفة يعني على سبيل واحد رجل بسيط جدا جدا يعني ورجل يعني أمي ولا يعرف الكتابة ولا القراءة فليه قريبه كان بسافر في فرنسا وقاعد شغال إليك باله عشر سنين فرح بعيت له قال له بالله عليك تبعط لي تأشير عشان أروح أسافر في فرنسا ونفسي أشوف فرنسا وخصوصا بورج إيفل اللي موجود في نيويورك ده حاجة يعني تحفى فهم زي بورج إيفل في نيويورك المم يعني فعديها المم يعني فيه فعايز يروح فرنسا يشتغل هناك يعني فقال له طيب فقت صرف له في تأشيرة وبعت له هناك فرنسا قاعد مع ابن عمه ده كم يوم وبعدين قال له طب أنا دلوقتي هنزل أشتغل أنا لا بعف الكلم فرنساوي ولا أي حاجة طب اشتغلت وعايز روح أياكل هدخل مطعم أقول لهم إيه أنا وعفش كان قال له بسيطة خالص ده هي اللغة الفرنساوي هي اللغة المصري بالملي بس زود في آخر كل كلمة حرف الواو قال له طبعا قال له طب خلاص يعني أي كلمة بقولها بالمصري بس زود حرف قال له حرف الواو بس كده بقى فرنساوي قال له خلاص ماشي راح اشتغل تاني يوم وبعدين جاع فدخل مطعم دعت له البنت اللي شغال في المطعم ومعها بتاع الكتاروجب اللي فيه الميني زي ما بقوله يعني اللي فيه القيمة بتاعة الأكل فبيتور هلو طبع مش عارف فرنساوي قال اشوف يا بنت الحلال سيبك من الحياة دي كلها انا كلها عايز بابنت الحلال طبق فلوه وطعم يطوه وطرشوه ومخللوه وعيشوه قيت له برضو قال لا لا سخنوه كده يا انا بهم ازاي صلى على حبيبك صلى الله على السلام اشياء في الموضوع ان زيد بن ثابت رضي الله عن ورداء تعلم اللغة العبرية في 13 او 18 يوم فوق ده كله كان هو اللي بيكتب الوحي كان من ضمن كتب الوحي كان كتب الوحي كانوا كتير جدا كان من ضمن كتب الوحي البارزين جدا كان زيد بن ثابت كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله كمان كان زيد بن ثابت هو الذي تولى جمع الكرآن في عهد ابي بكر وفي عهد عثمار بن عفان رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين زيد بن ثابت ابو بكر الصديق يما تأتل عدد كبير جدا جدا طبعا من المسلمين في معركة اليمامة فخاف الناس على الكرآن أن يذهب لأن عدد اللي تأتلوا كان حوالي سبعين من القراء فخاف الناس على ذهاب الكرآن فسيدنا عمر بن خطاب كلم أبي بكر الصديق يعني لماذا لا نجمع الكرآن في مصحف واحد فأبو بكر من شدة اتباعه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما دهش عمل حاجة إلا يكون حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم شوف أدي حبه للاتباع مش أي لغا منه بعمل خير ما بعمل مش حال غلط فما زال عمر يكلم أبي بكر حتى شرح الله صدره لذلك المهم راح جايب زيد بن ثابت قال يا زيد أنت رجل لا نتهمك في دينك رجل أمين ورجل فاضل من خيرة الناس وصيرتك ما شاء الله فأريد منك أن تجمع الكرآن في مصحف واحد وجمع معاه 3-4 من كريش قال له فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة كريش فإنما الكرآن نزل بلغة أهل كريش وبالفعل سيدنا زيد بن ثابت جمع الناس وبدأوا يكتبوا الكرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأ أجمع الكرآن يقول زيد بن ثابت معلقا على هذه الأمانة والمهمة العظيمة شوف يا أخي سبحان الله شوف الهمة واصلت لدرقة إيه إن أي مسلم على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة كل من قرأ حرفا من كتاب الله فهو في ميزان حسنات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم طبعا أبي بكر وعثمان اللي جمع الكرآن وزيد بن ثابت زيد بن ثابت كل ما تقرأ حرف يكون في ميزان حسناته لو قرأت مثلا يعني حضرتك في المصحف بتاع الملك فهد الله رحمه المصحف بتاع المدينة الصفحة فيها حوالي 15 سطر الصفحة فيها حوالي 40 حرف يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات كما نص ذلك حديث الأدراط الميذي في سنة صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له فيه حسن والحسنة طبع عشر أمثارية لأقوله ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف يعني 6000 حسنة صفحة واحدة قال حضرتك الورد بتاعك في اليوم عشر تجزاء خمس تجزاء تلت تجزاء تخيل يكتب في ميزان حسناتك ويكتب في نفس الوقت في ميزان حسنات زيد بن ثابت إلى يوم القيامة هو نفسه بيكلم عن الممى دي بيقول والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أيصر علي أو أهون علي من جمع الكرآن مهمة عظيمة جدا جدا دي أمانة أمانة عظيمة جدا بيجمع كتاب الله عز جل فجمعه من الصدور ومن اللخاف ومن الرقاع ومن العظام لحد دم سبحان الملك حد دم في الأخ خالص وجد آية وكان لما يجمع آية كان لابد أن يكون اتنين من الرجال يكون عندهم الآية ديت فوجد آخر آية حب أن يدور عليها وكده فوجدها عند خزيمة ابن ثابت خزيمة ابن ثابت الذي جعل الله عز جل شهادته بشهادة رجلين وكان لها موقف جميل جدا جدا أن النبع السلام كان في يوم الأيام اشترى جمل من واحد من الأعراب فالمم قال له يعني اشتريته منك هذا الجمل على أن أنقضك الثمن في مجرد ما نوصل المدينة قال له خلاص اتفقنا وحدده الثمن وكل حاجة ونبع السلام ساب الجمل مع صاحبه يعني مجرد بس اتفق مع تبيع الجمل ده أبيعه بكام مثلا بألف دينار مثلا يعني طيب الألف دينار الأول ما وصل هسلمها لك وتسلمني الجمل اتفقنا اتفقنا وانصرفوا على هذا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقها كما ثبت في الزحيحين المم الأعرابي قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو ماشي رح واحد ما قابله وما يعرفش أصلا أنه لا بيشترى الجمل ده فبيل له أتبيعه هذا الجمل قال أبيعه بكم مثلا قال له بألف وخمسمائة قال له خلاص هو نصيبك انت ورح راجع للنبع السلام قال له أنا رجعت في البيع قال له زي أعراب أنا اشتريته منك قال أنا وانا ما بعت ازاي ده أنا اشتريه قال له ما بعت فخزيمة بن ثابت معدي فسمع انه مع السلام بيتكلم مع العرابي دوت فبيل له يعني ايه في ايه يا رسول الله قال له اشتريته منه هذا الجمل فعمل كذا وحكى له الكصة فقال أشهد يا رسول الله على هذا أن تشهد عليه قال أشهده بصدقك يا رسول الله طب انت ما شفتش مش مهم أنا مصدقك يا رسول الله هو ده اللي حصل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين ودي كانت الآية التي جمعها زيد بن ثابت من خزيمة ابن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين فزيد بن ثابت جمع الكرآن في عهد أبي بكر وبعد كده خدوا الصحف دي وحطوها عند عمر الخطاب بعد موت أبي بكر ثم بعد ذلك بعد موت عمر وضعها عند ابنته حفصة وفضلت عند حفصة أحد سيدنا عثمان كما جاء في الحديث في الغرورة البخاري لما حدست بقى الفتوحات والمغازي في أرمينيا وأزربيجان إلى غير ذلك حدثت مقتلة عظيمة جدا وبعدين كانت في مشكلة تانية إن اختلت بقى جيوش المسلمين اللي جاي من العراق واللي جاي من الشام واللي جاي من جزيرة فطبعا قراءة أهل الشام تختلف عن قراءة أهل العراق فدول بيقراءه بقراءه ودول بيقراءه بقراءه فطبعا حصل إن في بعض الصحابة ما كانوش يعرفوا إن القرآن نزل على سبعة أحرف وإن كلها صحيحة أخذ بالك يعني كل الكراءات دي صحيح فهم فكروا إن دولت بيخلطوا في الكرآن ودول فكروا إن هم بيغلطوا في الكرآن حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا فدخل حذيفة بن يمان وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الفتن إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه ودخل على عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمن أدرك المسلمين أو أدرك الناس حتى لا يختلفوا على كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى إلا حصل كذا وكذا فسيدنا عثمان بن عفان يستأذن حفصة رضي الله عنه وأرضاه في أنها تأتي إليه بالصحف فجابت له الصحف فأمر زيد بن ثابت مرة تانية أن يجمع المصحف على نسخة واحدة على نسخة واحدة وأن تحرق كل النسخ المخالفة لهذه النسخة حتى يتوحد هذا المصحف بين الأقطار وفي كل الأمصار بفضل الله سبحانه وتعالى مين اللي قام بدا كله؟ زيد ابن ثابت بالله عليك تقدر تقوم بي مهمة زي دي؟ فكر كده وزي أقول تلك اوعى تحتكر نفسك خلي عندك هم عالية اوعى تقول هو أنا مين عشان أعمل حاجة زي كده؟ أخي سبحان الله أولا أنا مش عايز أقول لك تكون على ثقة في نفسك لا خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى أنا واثق أن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني وأنا رب نيتي نفسي أخدم دينك يا رب نفسي أقدم أي خدمة نفسي أعمل أي خير فيا رب كرمني يا رب وهكذا خلي عندك النية الجميلة دي بفضل الله ربنا هيكرمك دنيا وأخرا أخلص النية لله إن تصدق الله يصدق ده بفكرني بموضوع حيثة الصدق دي حديث روالنا سائب سندا صحيح أن رجلا من الصحابة ولم يسمى اسمه في هذه رواية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في غزوة قيبر فالمهم بعد غزوة قيبر طبعا كان فيه غنائم غير عادية كانت أكثر غزوة فيها غنائم كانت قيبر فالمهم بعد الغزوة والشرطة النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الصحابة وكان هذا الرجل الأعربي الصحابي الجليل كان إذا تقول فيه صفر قريب يعني إيه فما كانش موجود ساعة تأسيم الغنائم المهم يقدر ربنا صحيحة تعالى أول ما رجع الصحابة بقى شيرينه الغنائم بتاعته فأول ما وصل أقول له هذا حظك من غنائم قيبر بص الغنائم لقى مجموعة إبل على مثلا خيول على سيوف على رماح فهم زي حاجات كتير على فلوس فعمل إيه رح واخد كل الحاجات يشوف صدق كم ممكن يروح للنبي على السلام وقال له طب وليه التعب دي يا رسول الله يعني ما كانش لها لازم والله يعني احنا طلقين في سبيل الله والموضوع يعني في بيته كده وخبالك فالنبي على السلام يقول له يعني ده حظك طب خلاص قد الله مشفع الجزاك والله خير لكن ما عملش كده لحوة اخد كل الحاجات ورح طالع على النبي على السلام قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له بقى المسألة ليه ولينا كمان يعني قال إن تصدق الله يصدق وبالفعل جيه في الغزوة اللي بعدها دخل هذا الصحابي الجليل وجاهد في سبيل الله فقتل في نفس الموطن الذي أشار إليه تخيل حضرتك كده الواحد جاء لك النهاردة وبيقول لك أتمنى أن أنا أدخل حرب إسلامية وإن شاء الله هنضرب برصصة في الحتة دي وتيجي تكتشف أنه انضرب في نفس الحتة أليس هذا من أدلة صدق هذا الإنسان صح الله فالمهم فدخل فعلا الغزوة وضرب في نفس الموطن فدخل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأول ما شافه قال للصحابي أهو هو يعني هو دا لألي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا قال هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد يا الله شفت أدي المناقب الجميلة وشفت الهمة العالية وشفت الناس الأفاضل اللي كانوا مخرجين الدنيا من قلبهم لا تساوي عندهم جناحة بعوضة المسألة بالنسبة لهم تحصل حاصل هي أيامه بنعديها وده مكان بنختبر فيه وإن شاء الله ننتقل إلى النعيم الأكبر الدائم في جنات النعيم التي قال عنها جل وعلا فيها ما لعين امرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا جدا من علوه همة الشباب نعم يم برضو بنحفز الشباب عشان بقول يا شباب خليكم شباب شباب محمد صلى الله عليه وسلم عشان الناس كلها والدنيا كلها تعرف أن محمدا ما خلف نساء إنما خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى شهد في الموضوع كان مين بقى اللي عايزين نذكره بعد قصة زيد بن ثابت أسامة بن زيد أسامة بن زيد كانوا يسمونه الحب ابن الحب من أحب الناس إلى قلب النبع السلام وأبوه من أحب الناس إلى قلب النبع السلام أبو مين؟ أبو زيد بن حارثة مين زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة اللي كان في يوم الأيام خارج مع أمه في زيارة لبعض أقاربه يعني زيارة سلة لحم يعني وهم خارجين غارت عليهم قبيلة فرحوا واخدين زيد بن حارثة ورحوا بيعينه في سوق عقاض مين اللي اشترى؟ حكيم بن حزام حكيم بن حزام ده مين؟ تبقى عمته خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد فراح لخديجة بنت خويلد وراح قال لها عمتي ده هدية لك عبد يفضل عندك فراح مدلها زيد بن حارثة في التوقيت دوت كان النبع السلام رايح يجوز خديجة بنت خويلد فلما وقعت عينا على زيد بن حارثة أحبه جدا فلما رأت خديجة حب النبي لزيد بن حارثة قالت هو لك هدية يا محمد صلى الله عليه وسلم كان لسه النبع السلام إيه لسه لم يبعث صلى الله عليه وسلم يجوز سيدة خديجة قبل البعثة فالمهم فأخذه وتبنى تبنىه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سماه زيد بن محمد ده كلام ده طبعا قبل ما تنزل الرسالة عن النبع السلام وقبل إيه وقبل ما يحرم التبني في الإسلام فقال خرج إلى الحجر عند الكعبة وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه ومن هنا اسمه زيد بن محمد حتى نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلى آخر الآيات فنزل تحريم التبني فبعد ذلك أطلق عليه زيد ابن حارث كان هو الحب كان أحب الناس كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمونا عايشها هكذا أن أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن حارثة ولو كان حيا لا استخلفه النبي بعد خلال يعني زيد ابن حارثة مات قبل وفاة النبع السلام تعرفين طبعا قصة وفاة زيد أو استشهاد زيد ابن حارثة في سرية مؤتة وكان من اللي شايفه ابنه وسلم ابن زيد تشوف سبحان الله تخيل لما الأب وابنه طلعين في سرية واحدة وزيد ابن حارثة النبع السلام كان موارد عند البخاري أمر على سرية مؤتة ثلاثة بعيني ده كان شعادة النبع السلام النبع السلام كان لا يؤمر على السرية إلا واحد بس بس عشان دي كانت سرية مهمة جدا حتى يسميها أهل السر والمغازي يسموها غزوة مؤتة والغزوة لابد أن يتوفر فيها شرط أو يعني الغزوة بيكون فيها النبع السلام بنفسه أما ما خرج فيها الصحابة بتسمى سرية فكانوا يسمونها غزوة مؤتة لأهمية هذه السرية سرية سبحان الله فيها ثلاث تلاف موحد وعدد الكفار دي متين ألف يعني فعلي ذلك النبع السلام أمر ثلاثة ليه؟ لأن سقوط الراية تضرع في الروح المعنوية جدا عند الجيش فهو يمكن يكون سبب الهزيمة فقال على القوم زيد ابن حارثة ده رقم واحد عنده على القوم زيد ابن حارثة فإن قتل أو إن وصيب يعني فعلى القوم مين؟ فعلى القوم جعفر بن أبي طالب فإن وصيب فهي عبد الله ابن رواحة فإن وصيب فتخيره ما شئته بالفعل زيد ابن حارثة في بداية هذه السرية أول ما دخل يقول الراوي شاط في رماح القوم اللفظ طبعا واضح جدا مش محتاجة تفاصل شاط في رماح القوم يعني اتقطى حتة يعني مثلا خمسين ستين رمح دخلوا جسمه ما خلوش حتة في جسمه من اللي شاه في المنظر ده؟ أسامة بن زيد ويا سبحان الله يعني مشهد مؤثر جدا بقى في عودة أسامة بن زيد وهو راجع من سرية مقتى وداخل على النبي على السلام ووشه يعني سبحان الله وقلبه منكسر كده وشه في الأرض وأول ما شافه النبي على السلام رحبك يعني مشهد مشهد اللي تأثر في نفس الإنسان جدا أول ما نبي على السلام على طول شافه رحبك لأن طبعا زيد من حيث كان كلمة كان عالية جدا عند النبي بشكل لا تتخيله وابنه ده يعني حبيبه من رحته واخد بالك فأول ما شافه فبكى فذهب أسامة بن زيد فنبع السلام قال غبت عنا ثم جئت لتبكينا يعني يعني عايز يقوله يعني ده أنا ده أنا ما صدقه تشوفك يعني بقى جاي عشان يعني فنبع السلام متأثر بي جدا والموت زيد بن حارثة فرح أسامة بن زيد ورجع تاني يوم فأول ما شافه وأول ما عنيه نظر يعني وقعت في عين نبي على السلام رح بكى مرة تانية قال تغيب ومن عنا مرة أخرى ثم تبكينا يا أسامة ورح واغض بالحضن برضو صلى الله عليه وسلام فكان يسمى الحب ابن الحب وكان من أسعة أيام النبي على السلام يوم طبعا زيد بن حارثة من مين من أم أيمن لأنه طبعا زيد بن حارثة الأول يجوز مين لو تفتكروا الأول جوزه من زينب بنت جحش فاكرين الكصة دي الكصة رواية البخاري لما النبي على السلام حب يبطل موضوع بقى العادات الاجتماعية والفوارق الطبقية وده غاني وده فقير فرح مجوز مين زيد بن حارثة النبي على السلام بقى بتاعه يعني فقى بزيد أنه كان مولا من الموالي أو كان عبد من عبيد فنبع السلام أعطاقه فبقى مولا من الموالي خلص هو حر لكنه مولا وخبالك فحب يجوز مين من زينب بنت جحش مين زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم الحسيبة الوضيئة الجميلة الكراشية النسيبة التي يتمنها كل نسيب وحسيب ووضيء من أهل كريش فلما النبع السلام حب يجوزه فزينب بنت جحش رفضت فنبع السلام لما هي رفضت نزر قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذن فقد رديد النفس بما رضيه لي رسول الله واتجوزها لمدة سنة وطلها فلما طلها هي التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بزوجها من فوق سبع سماوات سبحان الملك فكانت تتفاخر على الأزواج النابع السماوات تقول زوج كنا أهالي كنا أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات نكمل موضوع السماوات بزيد في الحلقة القادمة إن شاء الله وما زالت الهمة تعالوا وتعالوا حتى تصل إلى عنان السماء أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد